لفترة غير طويلة ظل لقاح الأمل المعقود الذي يتشبث به المصابون بكورونا للتعافي اليوم تتعزز رفوف الصيدلية العالمية بمنتج جديد ضد كورونا هذا ما كشفت عن شركة فايزر بعدما توصلت لصناعة أقراص ضد الفيروس تعطى عن طريق الفم يتم تناول العلاج كنظام مكون من 30 قرصا على مدار 5 أيام الدواء أعطى نتائج واعدة في الحد من شدة العدوى ومنع الوفاة بين غير الملاقحين أظهرت البيانات انخفاضا بنسبة 89% في معدل الإصابات التي تتطلب دخول المستشفى والوفيات حينما يتم البدء بالعلاج خلال ثلاثة أيام من ظهور العوارض العقار الجديد موجه للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما أو الذين يعانون من حالات طبية تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس شركة فايزر تقدمت بطلب لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية لمنحها الإذن بالاستخدام الطارئ للأقراص الموجهة لمعالجة كورونا طلب الحصول على ترخيص للاستخدام الطارئ جاء بناء على نتائج مرحلية إيجابية لاختبارات سريرية بين المرحلتين المتوسطة والأخيرة بدأت الدراسة في السادس عشر من يوليو الماضي ومن المتوقع أن تنتهي المرحلة التجربية الابتدائية في التاسع من ديسمبر المقبل كما نومنا المخطط أن تنتهي الدراسة في إبريل العام المقبل هذا وتخطط إدارة البيت الأبيض تخصيص أكثر من خمسة مليارات دولار مقابل مخزون من حبوب شركة فايزر الجديد لما يكفي لعلاج حوالي عشرة ملايين شخص في الأشهر العشرة المقبلة يأتي أعلان فايزر بعد بضعة أسابيع على تقديم شركة ميرك طلبا من الوكالة الأمريكية للأغذية والأدوية للسماح باستخدام أقراصها المضادة للفيروس